دكتور أحمد ونم يعني وجود هذا المتحف اللي أنا الحقيقة شايفة النهاردة قبل كده زرته أكتر من مرة يعني دائماً هناك زوار له يعني ده برضو يخلينا نقول ليس فقط المتحف ما حول المتحف؟ ماذا ستفعلون به؟ يعني إحنا في منطقة شبهة أثرية المتحف في منطقة مش بس أثرية ولكن في كثير من الأنشطة المرتبة يعني دارب 17 حوالينا مدينة الفخار حوالينا ففي نوع من فيه كنائس فيه كنائس طبعاً وفيه معبد يهودي ده أكيد طبعاً بن عزرة وكنيسة المعلقة ومسجد عمر بن العاص كل هذا الكلام حوالينا مما بيعطيها رونق وأحساس خاص بالأثار وبتالي حتى أغلبية الأفواج الساحية اللي بتجي لنا بتبقى واخدة المنطقة في كذا حاجة مش بس المتحف قيمة الحضارة لا بتروح أيضاً لكل الملاطئ الأثرية اللي حوالينا بالإضافة إلى كده إحياء التراث من سواء المدينة الفخار اللي حوالينا أو درب 17 أو كمية الأشياء التراثية وورش اللي بتقوم بهذه الحرف اللي اندثرت ده شيء بيسعدنا وإحنا بنحاول ندمج هذا الكلام في المتحف عادةً كل أسبوع بيبقى عندنا ورشة عمل لإحدى هذه الحرف إيه يعني مرة عن الفن الخط العربي مرة عن الخط الهيروغريفي مرة عن صناعة الخوس مرة عن صناعة التلي بقينا نجيب ناس من سواء وناس من مختلف المحافظات مجرد يوروا الزائرين للمتحف كيف يتم هذه الحرفة وعندنا زي ما حاج شفتي جنب بيت الهدايا في حد قاعد بالصناعة أو حرفة تسمى التكفيت وهي الكتابة عن نحاس ودق النحاس عليه فبنحاول أن هذا المكان يبقى منارة ثقافية تراثية حضرية ونحاول ندمجهم في تحت مظلة واحدة ألا هي مظلة المتحف